موسيقى السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا حلوين عاملين ايه هنكمل النهاردة بقى في الشابتر بتاع كيميكا الإكوليبريام وحنكمل كلامنا على اللوشة ليه برينسبل ونشوف ايه بقى قصة كيميكا الإكوليبريام ديت صلوا بنا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعالوا نفتكر مع بعض نحن كنا بنتكلم على ايه في الجزء بتاع الإكوليبريام كنا بدأنا الكلام على الريت بكيميكا الرياكشن وقلنا ان الريت بكيميكا الرياكشن هو الامونت of change concentration بتاع الرياكتن او البرودكت بريونة تايم الريت بريونة تايم يبقى احنا كده بنتكلم على الريت بتاع الرياكشن وتكلمنا ان الريت بتاع الرياكشن بيختلف من الكمبييكا الرياكشن للري فيرسة والرياكشن وقلنا ان الكمبييكا الرياكشن اللي ماشي في ون يريكشن بس في الفوروورد ديريكشن تقريبا عند آخر الرياكشن 100% من الرياكتن هتبقى consumed 100% من البرودكت سحييبقى او بروديوست ففي الكمبييكا نحن بنتكلم ان نحن ماشيين في الفوروورد ديركشن بس اما في الريفورسبوOS نحن نتحدث عن طريقة الوقت في أجهزة و أجهزة الرياكتنط ستظهر البرودكتس و البرودكتس ستظهر الرياكتنط و قلنا لحد ما نصل للمرحلة الإكوليبريم و المرحلة الإتزام سنقول عليها ديناميك إكوليبريم لأنه شكلاً ما لا يحدث لكن فعلياً في بعض البارتكلز من الرياكتنط تتحول لبرودكتس و بعض البرودكتس تتحول للرياكتنط عند الإكليبريم، الـ rate الـ forward reaction دائماً يقوم بعمل الـ backward reaction هذا ليس معنى أن الـ concentration متساوية أو الـ amount متساوية وأن هناك ثلاثة أثناء، أن الـ reactant يفضل أكثر، أن الـ product يفضل أكثر، أن الـ 2 يقوم بعمل بعض، هذه ليست قصة لكن دائماً عند الإكليبريم، الـ rate الـ forward reaction يقوم بعمل الـ backward reaction ثم نتحدث عن الـ factors التي تؤثر على الـ rate of chemical reaction، نتحدث عن 5 أشياء، وقلنا أن الـ pressure سنتحدث عنه في الـ effect nature الـ reactant، نتحدث عن الـ ty-wood bond، أن الـ ionic bond compound أو الـ ionic compounds يتبقى بـ faster rate عن الـ covalent compounds، لأنها سهل يحصل لها ionization أو dissociation في الـ solution ثم نتحدث عن الـ surface area، أن كل ما الـ vertical size بيقل، كل ما الـ surface area الـ concentration، وأكثر على الـ concentration منطقي أن الـ rate أن الـ rate يكون إلىها أن الـ nossos في الـ concentration كل ما تكون إلىها، قد اضعته عن الـ reaction الس Photosideك ring في الـ right is altitude اتحدث عن الـ kinetic energy علينا وكهنا على الحلirt ihm يجب أن يضح الـ reactivation energy من الـ reactant للجذل كما تجد المعيشة عندما تزيد وعندما يزيد الـ reactant حتى الـ katalist يزيد الـ reactivation وفي الـ katalist يقلل الـ reactivation energy وليس يؤثر على مكان الإكليبريم لكن يقلل الـ reactivation energy ويجعل التفاعله أسرى وقالت عن الـ light وبعد ذلك أن هناك بعض الرياكشن مثل Photosynthesis و Photographic Film Silver Bromide يزيد الضوات الرياكشن يزيد بالإفكت الرياكشن فهذا هو الكلام الذي نتحدث عنه حتى الوقت يعني ما هي الرياكشن الرياكشن فرق الـ Complete Reaction عن الـ Reversible Reaction وتتحدث عن الفاكتور التي تؤثر على الرياكشن الرياكشن نتحدث عن مهم جداً لوتا شاتيليا برينسبل الحاجة الرياكشن الرياكشن قال لي حاجة بسيطة جداً بس هي منطقية في نفس الوقت إن أي أي رياكشن، أي أي سيستم إيكوليبريم لو حصل أي حاجة تلخبط الإيكوليبريم دوتا دايماً السيستم بيحب يرجع نفسه للستيت بتاعة الإيكوليبريم تاني دايماً بيغير في نفسه علشان يوصل لمرحلة الإيكوليبريم ما عايز تقول إيه؟ لو أنا عندي اثنين بوتلز كونيكتد ببعض بالشكل دوت والمفروض أن الريفل بتاع الووتر هنا أو الليكود هنا بيسوي الريفل بتاع الليكود هنا هنفترض أن في إيكوليبريم هنا أن في شوية ليكود بيروحه من الفيسل A للفيسل B اللي هو الـ Forward Reaction وهنفترض أن في شوية بورتيكولز أو ليكود بيروح من الفيسل B للفيسل A اللي هو الـ Backward Reaction لأن إحنا في مرحلة إيكوليبريم الليفل بتاع الاتنين زي بعض فالريت بتاع الـ Forward Reaction equal الريت بتاع الـ Backward Reaction فالحد دلوقتي إحنا بنتكلم على مرحلة إيكوليبريم السؤال، لو أنا حطيت ليكود زيادة على الفيسل A أنا زودت شوية ليكود النحياتي هل هيفضلوا الاتنين كده زي بعض مستحيل؟ دايماً أي سيستم بتعمله ديستوربنس بتبوز له الحالة بتاعت الإيكوليبريم بتاعته وعايز يتزبط، عايز يرجع تاني لمرحلة الإيكوليبريم فإيه اللي بيحصل؟ لو أنا زودت شوية ليكود في الفيسل A هتلاقي إن الـ Forward Reaction بس هو اللي شغال شوية ليكود من عند الـ A عايزين يروحه عند الـ B فالـ Forward Reaction بس هو اللي شغال في الحالة ديت علشان الـ A قل شوية؟ علشان نريستور البلانس بتاعي، نريستور الإيكوليبريم بتاعنا الإيكوليبريم رجع زي ما كان، الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction بيقويل الـ Rate بتاع الـ Backward Reaction الـ Amounts اختلفت، الـ Amounts عن البداية عن النهاية هتلاقيها اختلفت شوية لكن هتلاقي إن الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction رجع بيساوي الـ Rate بتاع الـ Backward Reaction ليه لأننا ريستور دي الإيكوليبريم ستيت بتاعتي طب التكلام دوت معناه إيه؟ معناه إن إحنا لو بنقول إن إحنا عندنا مثلاً خمسة لتر من السوليوشن في الفيسل A وخمسة لتر من السوليوشن في الفيسل B لو أنا زودت على السوليوشن دوت عشرة لتر زيادة، خد بالك إن أنا أصلاً كان عندي خمسة وعندي خمسة لو أنا زودت عشرة، هل حايفضله خمسة للنحية دي وخمسة للنحية التانية؟ مستحيل لو أنت بتتكلم على حاجة إيكوليبريم زي 2-Botles اللي كنكتب ببعض بالشكل ده، لازم الـ Forward Reaction هو اللي حايزيت في النهاية أنت بتوصل لمرحلة إيكوليبريم تاني، الـ Rate بتاعي اللي رايح قد الـ Rate بتاعي اللي راجع لو خمس جزيئات، لو ثلاث جزيئات رايحين ثلاث جزيئات راجعين، لكن الأممونت بتاعة اللي موجود هنا، هتساوي الأممونت بتاعة اللي موجود هنا، لكن مش نازم بتساوي الـ Initial بتاعي، يعني هنا بنتكلم لو عندك عشرة لتري، بقى عندك عشرة لتري، فمن التين ليترز اللي أنا حطيتهم خمسة راحوا من ناحية التانية بحيث أن عشرة equal عشرة، بحيث أن الـ Reactant وال الـ Product سيساوي بعض في الآخر، لكن مش معنى الكلام دوت أن الـ Final Concentration أو Final Amount ستساوي الـ Initial Amount، فالقصة بتاعة اللوشة الإيه دوت، كل اللي بيقوله، إن أنا لو عملت أي حاجة بالـ Disturb الـ Balance دوت، بالـ Disturb الإكوليبريم بتاعي، دايماً، السيستم بتاعي بيحب يعمل حاجة تؤبوز الـ Disturbance دوت، فأنا زودت حاجة في الـ Reactant بتاعي، زودت حاجة في الـ Vessel A، فإحنا عايزين نقل نقلل الكمية بتاعة الـ Vessel A، فهنمشي الـ Forward Reaction بتاعي، بحيث نقلل الكمية بتاعة الـ Liquid اللي حطناه في الـ Vessel A، طبعاً بالعكس، لو أنا زودت حاجة في الـ Vessel B، هتلاقي إن الـ Reaction ماشي في الـ Backward Direction علشان نريستور البلانس بتاعي، فالقصة بتاعة اللوشة الإيه برينسبل ببساطة، إن أنا لو غيرت أي condition لـ System At Equilibrium، لازم يكون At Equilibrium، لو غيرت أي condition من ثلاثة والثلاثة الـ Condition الأساسيين، اللي هنتكلم عليهم، لو غيرت حاجة في الـ Concentration، لو غيرت حاجة في الـ Temperature، لو غيرت حاجة في الـ Pressure، دي أكتر حاجة بتأثر على الـ System At Equilibrium، فلو غيرت في الـ Concentration أو الـ Temperature أو الـ Pressure لأي System At Equilibrium، الـ System دوت، حيبتدي يحصل له Activation، حييمشي في الاتجاه توقبوز الـ Change ده، علشان يعكس الـ Change ده، تدكريز الـ Change ده، تكانسل الـ Change ده، أنا زودت الـ Concentration في ناحية، زودت الـ Volume بتاعت الـ Liquid في الـ Vessel A، فحنا عايزين نمشي في الاتجاه دوت، علشان نقلل الزيادة اللي أنا خططها دي، فأي System At Equilibrium، لو أنت غيرت أي condition، سواء Concentration أو Temperature أو Pressure، الـ System دوت، حيبتدي يمشي في الـ Direction to Oppose Disturbance ده، توقبوز الـ Change ده، توقبوز الـ Change ده، توقبوز الـ Change ده، أو توقبوز الـ Change ده، ده الفكرة بتاعت اللوشة الـ A-Principant ببساطة، طبعاً هنقض نتكلم باعة كل واحدة من دول، في التفصيل، فالأخ اللوشة اليه دوت بيقول إن الـ Change في أي Condition of System Under Equilibrium، لازم يكون Under Equilibrium، والـ Conditions اللي بنتكلم عليهم حاجة من ثلاثة اللي بتأثر على الإكليبريم دوت، الـ Concentration والPressure والTemperature، أي Change في الـ Condition واحد من الثلاثة دول، هي Activate System بتاعي، تو Shift in the Opposite Direction، هيمشي في الاتجاه العكسي للـ Change ده، هيمشي في الاتجاه اللي بيقلل الـ Change ده، هيمشي في الاتجاه اللي بيقلل الـ Change ده، هيمشي في الاتجاه اللي بيقلل الـ Change ده، هيمش هيمشي في الاتجاه اللي بيقلل الـ Change ده، هيمشي في الـ Direction اللي عايزين نقلل بيه، تأثير اللي بيقلل الـ Change اللي حصل، إيه بقى الحاجات اللي بتأثر على الإكليبريم بتاعت الـ Reversible Chemical Reaction، والتاني لازم يكون Reversible Chemical Reaction، عشان يبقى فيه Forward و Backward، لو كمبليت يبقى أنا كل الكلام دوت مش موجود، فاللوشة اليه Principle بيتكلم على الـ Reversible Reaction، إيه بقى الحاجات اللي بتأثر على الإكليبريم في الـ Reversible Chemical Reaction، هنتكلم بالتفصيل على الـ Concentration، على الإ الـ Reversible Chemical Reaction، إيه بقى الحاجات اللي بيتكلم على الـ Reversible Chemical Reaction، نبدأ الكلام بالـ Concentration change على الإكليبريم في الـ Reversible Chemical Reaction، اتفقنا تاني لازم يكون Reversible Chemical Reaction، عشان يبقى فيه Forward Direction، وفيه Backward Direction، ولازم نشوف التأثير بتاع الـ Concentration علشان نفهم القصة بتاعتنا تبقى عاملة كيف؟ لو احنا بنتكلم في مثال على الـ Reaction بين الـ Carbon Monoxide مع الـ Hydrogen Gas، علشان يطلع لي الـ Methane Gas CH4 مع الـ Water Vibre، لو انت في الـ Reaction دوت، انت عندك 2 Vessels أهم، والاثنين Vessels دول كنكتد ببعض بطريقة معينة، وفي الـ Vessel الأولاني، احنا حطين Carbon Monoxide وحطين Hydrogen Gas، الناحية التانية، احنا بنتطلع ميثين ده الـ Products بتاعتي ودي الـ Water، فديت كده عبارة عن الـ لو احنا بنتكلم ان احنا وصلنا لمرحلة إكوليبريم ان الـ Rate بتاع الـ Reaction اللي رايح بيساوي الـ Rate بتاع الـ Reaction اللي راجع الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction تعالوا نكتبها فوق كده علشان ما نطلع بطش، الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction هي Equal Rate بتاع الـ Backward Reaction السؤال بتاعي، لو انا زودت الـ Concentration بتاعت حاجة من الـ Reactions؟ يعني لو انا حطيت زيادة Carbon Monoxide او حطيت زيادة Hydrogen Gas، او حطيت زيادة Hydrogen Gas، طبعا خدوا بالكم ان الـ Concentration لما بنكتبها دايما بنكتبها على هيئة Square Brackets اللي هي الأقواص المربعة، مش بنكتبها بـ Parenthesis عدية Concentration، ما بتكتبش كده دا كلام غلط، دايما الـ Concentration بيكتب على هيئة الـ Square Brackets بتاعتي، طبعا انا لو زودت الـ Concentration بتاعت واحد من الـ Reactant، حطيت كتير من الـ Carbon Monoxide او من الـ Hydrogen Gas، ساعتها الـ Reaction حتى يقلل الزيادة دي، ففي الحالة دي هيمشي في انه اتجاه الـ Forward Direction او الـ Backward Direction لو زودت الـ Concentration بتاع الـ Reactant، علشان دي تقل، يبقى لازم تمشي في الـ Forward Direction، فلو زودت الـ Reactant، يبقى لازم تمشي في الـ Forward Direction بتاعتي، تعالوا نتكلم بالعكس، لو انا بتكلم على نفس الـ Two Vesels، ادي الكربومون مونوكسايد، وادي الـ Hydrogen، وعندنا Forward Reaction وBackward Reaction، وعندنا الناحية التانية الـ Methane والووتر، لو انا في الحالة دي تزودت الـ Concentration بتاع واحد من الـ Product، لو انا زودت الـ Concentration بتاع CH4، او زودت الـ Concentration بتاع الـ Water Vapor، تاني الـ Concentration بتكتب بـ Square Brackets، لو انت زودت الـ Concentration بتاع الـ Product، زودت الكمية بتاع الـ Product، علشان تستوري الـ Balance، علشان ترجع للـ Equilibrium، انت كده هتزود الـ Rate بتاع الـ Backward Reaction، فانت عايز تخلص من الزيادة دي، فلو زودت حاجة من الـ Product، يبقى انت بتزود الـ Backward Reaction، فلو زودت من الـ Reaction، فلو زودت من الـ React، انت هتزود الـ Forward Reaction، لو زودت في الـ Product، يبقى انت بتزود الـ Backward Reaction، نتكلم بالعكس، تاني عندك System Equilibrium Carbon Monoxide و Hydrogen، وفيه Equilibrium مع الـ Product بتاعتك، اللي هي CH4 والـ Water، السؤال، لو انا قللت كمية الـ React، لو انا جيت في الـ React، وخدت شوية من الـ Carbon Monoxide، انا قللت الكمية بتاع الـ React، السيستم عايز يرجع تاني علشان يزود الـ React، ونزودهم لكي تقوم بالعكس، نتكلم بأمام التالي، فكأن عندك 2 موجودين، انت اللي عملته ده في Equilibrium ما بينهم وها بين بعض، اللي عملته من أنت قللت كمية الـ React الـ React، فساعتها الـ React، سيمشى في الاتجاه العكسي في الـ Backward Reaction، علشان يرجع الـ React، فلو قللت كمية الـ React، يجب ان تزود الـ React، فلو قللت كمية الـ React، يجب ان يشي إلى ناحية الـ React، فالتزود الـ React، فالتزود الـ React، فالتزود الـ React، تزود الرياكتنت لأنك تريد أن تخلص من الرياكتنت لو قللت الرياكتنت تزود الرياكتنت لكي يرجع الرياكتنت آخر شيء، لو نتكلم أن نقلل البرودكت يبدو أن التفاعل سيمشي الناحية بتاعتهم تزود الرياكتنت لو جمعت الكلام الكثير الذي قلته نتكلم في أربعة إفكت عندك الرياكتنت يتحول الرياكتنت وعندك back-ward reaction أن البرودكت يرجع تاني للرياكتنت نتكلم في الأربع إفكتنت أول شيء، أزود شيء من الرياكتنت أو أقلل شيء من الرياكتنت أزود شيء من البرودكت أو أقلل شيء من البرودكت نفكر مع بعض لو تزود الرياكتنت تتكلم على forward reaction وكي تتخلص من زيادة الرياكتنت ستتذهب إلى التفاعل نفس الforward reaction أما لو قللت الريقدنت رأيس حجز تزوّدهم واستترك تستوّر تنزل ال فمسآل تلك التالي فإنabe organisation بفقد نوع من ڤيقش بPP 如果 كنتго تزويات الأن س Johannes وان عكس هم يجب إطلاق percentile إذا تزويات الريقدنت هتمشي في الناحية ان انت ترجع تزوده تاني فلو قللت البرودكت بتاعك يبقى تتكلم على الـ Forward Reaction الكلام اللي احنا بنقوله ده هو الكلام بسيط بس مهم جدا 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 ان في الـ Effect بتاع الـ Concentration لو عايز تمشي في الـ Forward Direction عايز تمشي في الناحية بتاعة البرودكت ايضا زود لكمية الـ Reactant او قلل كمية الـ Product العكس لو انت عايز تمشي في الـ Backward Direction عايز تزود كمية الـ Reactant بتاعتك عايز تمشي في الاتجاه العكسي ساعتها قلل كمية الـ Reactant علشان تزوده علشان تروح تعمل تاني شوية من الـ Reactant قلل كمية الـ Reactant او زود كمية الـ Product علشان تمشي في الاتجاه العكسي يبقى احنا لو جينا نجمع الكلام ده مع بعض ايه الـ Effect بتاع الـ Concentration Change على Reversible Chemical Reaction فاحنا هنفترض مع بعض المثال المطيف دوت بتاع الكربومون مونوكسايد مع الـ Hydrogen Gas بيطلع لي الميثين وبيطلع لي الـ Water فكز قوي في الكلام اللي هنقوله لانه مهم قوي تفاعل بتاعك هيمشي في الـ Forward Direction هيمشي ناحية تكوين الـ Product امتى في حالته اول حاجة لو حطيت إكسيس من واحد من الـ Reactant تزودت كمية الـ Reactant بتوعك سواء كربومونوكسايد او الـ Hydrogen لو انت زودت الـ Concentration بتاع الـ Reactant يبقى انت هتمشي في الـ Forward Direction العكس لو شلت واحد من الـ Product فلو قللت كمية الـ Product الميثين او الـ Water يبقى انت هتمشي ناحية الـ Product لانت، ناحية تزود الـ Prod Concentration ياما تزود el koyatant ياما تقلي الـ Product بالعكس ولانت أريد ان تمشي في الـ Forward Direction يبقى انت أريد ان تريد الـ Reactant بتا girl ياما تقلي الـ Reactant ياما تزود成 el ov Kontرج اياما تزود your product فلو قللت الـ Reactant اا زودت الـ Product اهو سنقلل el supuesto او نزود الـ Product يبقى ساعتها س началech الـ emzus Product یrt رايز أخلص منه Lib mistakes فإذا قللت الرياكتنت تتكلم على الـ Backward Direction نفترض مع بعض مثال غيلس من الـ Graphical Representation نفكر مع بعض ما يتحلس هذا السؤال يقول لي في الـ Following Reaction وهذا من الرياكتنات التي ستتكرر كثيرا في الأسئلة الـ Hydrogen Gas مع Iodine Vapor لكي يطلع لي Hi Gas فطبعا H2 مع I2 سيطلع لي 2 Hi فيقول لي which of the following graphical figures represent the return of the system to the equilibrium فأنا هعمل حاجة وعايز أرجع للـ Equilibrium ثاني After Removing an Amount من الـ Hi أنا أول ما شفت الكلام أنا فكرت في الحتة بتاعت Removing an Amount من الـ Hi وطبعا At Same Temperature علشان الـ Temperature هنعرف بعد كان هي بتأثر على الحاجات دي كلها طب أنا دلوقتي بقول لك إن أنت عايز تشيل شوية من الـ Hi Hi دوت أول حاجة تفكر لي فيها هو Reactant ولا Product؟ هو عبارة عن Product والـ Product بتاعي لما بيقل يبقى أنت هتمشي في الـ Forward Direction يبقى أنت لما هتقلل شوية من الـ Product بتاعك يبقى الـ Rate بتاع الـ Reaction هيمشي ناحية الـ Forward Direction تعالوا نبدأ نبص على الفجر بتاعنا كده هو عبارة عن إيه؟ أولا هو Concentration between الـ Hi وما بين الـ Time بتاعي ففي الثلاث حالات في الـ 4 جرافات بتاعي إحنا عند الإكليبريام المفروض أن الـ Hi سابت فدي الـ Hi هو ما بيتغيرش في الـ 4 كيرفات إن إحنا بنتكلم على إكليبريام كلام ده أنا بقوله تاني بالتفصيل علشان لو جيه أنواع تانية من الكيرف فإحنا بنتكلم إن إقات إكليبريام الـ Hi بتاعي أصلا كان سابت ما بيتغيرش في الإكليبريام شوية بيتكونوا وشوية بيتكسروا فهو عند الإكليبريام هو سابت أنا خدت شوية من الـ Hi فالـ Hi كميته هتقل إحنا لحد دلوقتي متفقين مع بعض فخدت شوية من الـ Hi يعني معنى كان كمية الـ Hi بتاعتي هتقل فكل الكلام الـ 4 كيرفات لحد دلوقتي هم سابتين لحد ريموفينج الأمونت من الـ Hi السؤال بقى تورستور البالانس بتاعي الـ Rate بتاع الـ Reaction هيزيد ولا هيقل ولا هيفضل زي ما هو إنت دلوقتي بتقول إن الـ Hi هتقلله يبقى الـ Reaction هيمشي ناحيته في الـ Forward Direction يعني كمية الـ Hi اللي طلعة هتزيد تاني فالـ Rate بتاع الـ Reaction هيزيد مستحيل يفضل ثابت فكلمة إن هو يفضل ثابت يعني يفضل في إكوليبريام دوت كده كلام ما ينفعش إحنا بنقول إن إنت لما بتقلل شوية من الـ Product فالتفاعل هيمشي ناحية تكوين الـ Product يعني Rate بتاع تكوين الـ Hi هيزيد يعني الـ Amount بتاعة الـ Hi الـ Concentration بتاعة الـ Hi هتزيد بس السؤال بقى كمية الـ Hi هتزيد لأكتر من البداية أكتر من اللي أنا بدأت بيها أدي اللي أنا بدأت بيها أو أقل من البداية أدي اللي أنا بدأت بيه ولا بيساوي البداية القصة إن عند الإكوليبريام بتاعك أنت عندك كمية معينة من الـ Hi أنا أنا شلت شوية من الـ Hi دوت أنا خدت حبة من الـ Product فمعنى كده أنت هتزود الـ Rate آه بس عمرك ما هتوصل لنفس الكمية أنت شايل أصلاً شوية من الـ Hi الموجودين لو الـ Hi الموجودين مثلاً أنت هتوصل لهم في الإكوليبريام كانوا عشرة أنت خدت 2 من العشرة دول فالإكوليبريام عمره ما هيوصل لنفس العشرة تانية أنت خدت منهم شوية خلاص فلإنك قللت شوية من كمية الـ Hi عملت ريموفها لشوية من الـ Hi فالحل بتاعي هيبقى رقم C فتاني إنت عندي إكوليبريام البداية بتاعتك ستة شلت شوية من الـ Hi فدايماً بيقل الـ Hi بس طالما شلت شوية من الـ Product يبقى معنى كده تكوين الـ Product دوت هيزيد فالكيرف بتاعي لازم يزيد لا هيقل ولا هيفضل ثابت فالبيدي برا اللعبة خلص طب هو بيزيد لحد ما يوصل لنفس الكمية ولا أكتر من الكمية ولا أقل من الكمية صحيح أكتر من الكمية ما هو ما فيش أصلاً كده أنت كده بتبوز البلانس بتاعك يا إما هترجع لنفس الكمية يا إما أقل شوية ولازم ترجع أقل شوية لأنت عملت ريموفها انت شلت حبة من الـ Hi اللي موجودين في عمرك ما هتوصل لنفس الكمية اللي انت عايزها فهنا بترستور الإكوليبريام بتاعك الـ Rate بتاعك بيزيد بس أقل من الكمية اللي بدأت بها فالحل بتاعي في حاجة زي كده إنهي كيرف اللي بيربرزنت لو شلت شوية من الـ Hi حيبقى الجراف رقم C ده و قلنا إن الفكرة في الجراف رقم C إن أنا بي ريموفان ريموفان اف بارت اف إتش آي اللي هو الـ Product بتاعي أنا هقلل الـ Concentration بتاعه فالـ Concentration بتاعي بتاعي اللي هو الجزء اللي ينزل اللي تحت ده بس التقليل بتاعي الـ Concentration هيزود الـ Forward Reaction Rate هيزود الـ Forward Reaction إن هو يزود تاني الـ Hi في Increase الـ Hi Concentration once again لحد ما يوصل للـ Equilibria بس خد بالك الـ Final Concentration لازم تكون أقل من الـ Original Concentration لإن شوية من الـ Product بتاعي بتشيل أصلاً من الـ Reaction كده إحنا تكلمنا على الـ Effect بتاعي الـ Concentration إن إنت لما بتشيل حاجة من الـ Reactant عايز ترجع تاني تزود الـ Reactant لما تشيل حاجة من الـ Product بتمشي ناحية الـ Forward Reaction علشان تزود الكمية بتاعي الـ Product على القصة دي هتبقى هنتكلم على حاجة مهمة جداً 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 اسمها Low of Mass Action والـ Low of Mass Action عملهم لي اتنين بش مهندسين كده من النرويج واحد اسمه Vag ألماني Vag وغولدبرغ البش مهندسين Vag وغولدبرغ دول عملوا لي Low of Mass Action والـ Low of Mass Action دوت ببساطة هو عمل لي Relation between Chemical Reaction Rate الـ Rate بتاع الـ Reaction بتاعي وفي نفس الوقت الـ Concentration بتاعت الـ Reactants اللي موجودة فهم عملوا لي علاقة ما بين الـ Reaction Rate بتاعي المعدل بتاع التفاعل بتاعي والـ Concentration بتاعت الـ Reactants اللي موجودة دوت اللي هو Low of Mass Action وعلشان ما ننساش دايماً نفتكر إن الـ Concentration لما بتيجي تكتبها بتكتبها بـ Square Brackets الـ Concentration بالـ Square Brackets اللي هي معناها Concentration بالمور برليتر اللي هو المولاريت بتاعتي فدايماً لما تلاقي حاجة جوه سكوير براكتس كده يبقى احنا بنتكلم على Concentration برمول برليتر لو احنا عايزين نتكلم على مثال على القصة ديت هنتكلم في مثال General لو احنا بنتكلم مثلاً على Reaction A plus B حيديني Product C plus D لو انت عايز تتكلم على الـ Rate of Chemical Reaction هنا According to Low of Mass Action According للكلام بتاع الأخ ذاك و جولدبرج دول مفروض إنهم قالوا لي إن الـ Chemical Reaction Rate بيتناسب مع الـ Concentration بتاعت الـ Reactant Multiplied في بعض فالـ Concentration بتاع الـ A و الـ Concentration بتاع الـ B ده الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction في الحالة دي فالـ Rate بتاع الـ Reaction بتاعي هو بـ Equal Concentration بتاعت الـ Reactant Multiplied في بعض الكلام دوت المفروض إن هو بيبقى raise the two power إيه بقى الـ Power دوت هو الـ Co-Efficient الـ Number of Moles الرقم الكبير اللي مكتوب بره فلو الـ A مثلاً عندنا 3 جزيئات منه والـ B عندنا 5 جزيئات منه والـ C هيطلع 4 جزيئات والـ D هيطلع 15 جزيئات الـ Co-Efficient هنا بيترفعه كـ Power فالـ Rate بتاع الـ Forward Reaction في الحالة دي هيساوي الـ Concentration بتاع الـ A to the power A واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة عدد المولز هنا في الـ Balanced Equation وهنا الـ Concentration بتاع الـ B raised to the power B B اللي هو الـ Number of Moles هنا أو Co-Efficient في الـ Balanced Equation فالـ Rate بتاع الـ Forward Reaction في الحالة ديه هو بيبقى Directly Proportional لي الـ Concentration بتاع الـ Reactant Multiplied في بعض raised to the power of the Co-Efficient of that Reaction طب لو أنت عايز تتكلم على نفس الـ Reaction دا هو أن الـ A plus B هيـ Equal أو بيطلع الـ C plus D واتفقنا ممكن يكون فيه Co-Efficient عندنا الأرقام اللي موجودة الـ A والـ B والـ C والـ D اللي هما الأرقام الـ Small D طب أنت لو عايز تتكلم على الـ Rate بتاع الـ Backward Reaction خد بالك أن في الـ Backward Reaction الـ Backward يعني تراجع كده يعني في الحالة ديه أن الـ Reactants بتاعتك هتبقى الـ C والـ D فالـ Rate بتاع الـ Backward Reaction هيبقى Directly Proportional للـ Concentration بتاع الـ C والـ D raised to the power اللي هي الـ Number أو الـ Co-Efficient بتاعك الـ C والـ D فاخد بالك أن في الـ Forward Reaction أدي الـ Reactants بتاعتي في الـ Backward Reaction ديه هتعتبر Reactants في الحالة دي اللي أنا أريد أن أصله لكم أن الـ Low of Mass Action بتاع الـ Wake وـ Goldberg دول أن الـ Rate of Chemical Reaction Directly Proportional للـ Concentration بتاعة الـ Reactants في الـ Reaction ده في الـ Reaction انت بتتكلم عليه فلو انت بتتكلم على الـ Forward Reaction دي الـ Reactants بتاعتك لو انت بتتكلم على الـ Backward Reaction دي الـ Reactants بتاعتك فالـ Reactants بتاعتك هتبقى أن تراجع فالـ Rate of Chemical Reaction بـ Directly Proportional للـ Multiplication بتاعة الـ Concentration بتاعة الـ Reactants اللي موجودة raised to the power of the number of molecules أو Co-Efficient بتاعة الـ Reactants في الـ Balanced Chemical Equation فالLow بتاع الـ Mass Action بتاعي عملوا له اثنين من الـ Norwegian Scientists الكلام ده مهمة قوي أسميهم مهمة الـ Vag والـ Goldberg مفروض established a law that express the relation between ايه بقى و ايه الـ Relation دي between الـ Chemical Reaction Rate و الـ Concentration بتاعت الـ Reactants في الـ Reaction ده الـ Reaction اللي أنا بقصده دلوقتي أو اللي أنا بتتكلم عليه ففي الـ Low of Chemical of Mass Action to add constant temperature قلنا إن الـ Temperature لأنها بتغير الكلام ده كله فـ Add constant temperature الـ Rate of Chemical Reaction Directly مش inversely Directly proportional للـ Result of Multiplication بتاعت الـ Reaction Concentration وكل واحدة raised to the power equal number of molecules أو ions مثل الـ Balanced Chemical Equation ودايماً وانت بتكتب Concentration تكتبها لي على هيئة سكوير براكتس مش برينفاسس عادية والسكوير براكتس ديت بتساوي وتربرزنت الـ Concentration بالمول بالليتر معنى الكلام ده ان انت For General Reaction A plus B هيساوي C plus D ثاني نحن نتكلم عن أن A and B هي الـ Reaction والC والD هي الـ Product أما A و A و B و C و مول و كده هي الـ Co-Efficient التي هي الـ Number of Molecules أو الـ Number of Eins في الـ Balanced Chemical Equation وده اللي هتترفع على هيئة بعد ذلك فالـ Rate of Forward Chemical Reaction في الحالة هيبقى Directly Proportional للـ Concentration بتاعت الـ Reactant الـ A Multiplied في الـ Concentration بتاعت الـ B raised to the power of Number of Co-Efficient أو الـ Number of Molecules في الـ Balanced Chemical Equation نفس الكلام الـ Rate of Backward Chemical Reaction الـ Concentration بتاعت الـ C Multiplied في الـ Concentration بتاعت الـ D raised to the power of the Number of Molecules أو Eins في الـ Balanced Chemical Equation دعنا نتكلم في المثال بقى على القصة ديت والمثال اللي هنتكلم عليه مهم كده بشكل يعني دوه المثال لازم يتحافظ إزاي نوضح الكلام على اللو of Mass Action قول لي experiment علشان توضح لي القصة بتاعت اللو وفماس اكشن دوه واحد فلما بنحطها مع الامونيوم اللي هو positive 1 فـ NH4 SCN مع بعض عشان positive 1 و negative 1 الامونيوم ثايوسيانيت أصلا لونو colorless أول ما بنحط اللي اتنين دول مع بعض هيحصى بـ Reaction والـ Reaction بتاعي هنطلع الامونيوم مع الكلورايد فبنطلع NH4CL positive 1 وده كمان colorless بس معاهم هنطلع Iron 3 ثايوسيانيت والـ Iron 3 ثايوسيانيت ده بيبقى لونه blood red color بيبقى لونه أحمر غامق مدي على بوني شوية زي الكلورايد اللي موجود قدامنا ده فاحنا في الـ Reaction لان احنا عندنا ثلاثة كلورايد فاحنا هنطلع ثلاثة NH4CL فبندخل ثلاثة أمونيوم ثايوسيانيت علشان نطلع Iron 3 ثايوسيانيت فده بالنسبة للبالانسنج في الـ Equation في الـ Equation انت بتتكلم على ان الـ Iron Cloride أصلاً colorless الـ Ammonium سوري الـ Iron Cloride أصلاً باليلو الـ Ammonium ثايوسيانيت ده colorless الـ Iron ثايوسيانيت blood red color والـ Ammonium حيبقى اللون بتاعه colorless تعالوا نفكر مع بعض ايه اللي هيحصل لو حطيت الـ Iron Cloride مع الـ Ammonium ثايوسيانيت ايه اللي هيحصل لو زودت شوية من الـ Ammonium ثايوسيانيت او لو زودت شوية من الـ Ammonium كولوريد تعالوا نفكر مع بعض الـ Reaction هينشي في انهي اتجاه وننساش ان هو Reversible Reaction ففيه عندك Forward Direction وعندك Backward Direction وإحنا بنتكلم على الـ Reaction اللي موجود قدامنا دوت احنا اتفقنا ان احنا عندنا اتنين اتنين Reaction هنا الـ Forward Reaction ان انا عايز اكون الـ Product التاعي و الـ Backward Reaction ان انا الـ Product سترجع تكون الـ Reactants بتاعتي اول حاجة ايه اللي بيحصل لما بنحط الـ 2 Reactants مع بعضي يعني انا عندي الـ Iron Chloride اللي هو بيبقى لونه Yellow Color ايه اللي هيحصل لما بنحط عليه الـ Ammonium ثايوسيانيت هنكتشف ان في الحالة دية الـ Yellow Color بتاع الـ Iron Chloride دوت بيتحول لـ Blood Red Color معنى ان هو تحول لـ Blood Red Color يبقى معنى كيان الـ Iron Thايوسيانيت يبقى انت لما بتحط شوية من الـ Reactants على بعض الـ Iron Chloride مع الـ Ammonium ثايوسيانيت الـ Reaction بتاعك ماشي في الـ Forward Direction ففي الحالة دية لما بتزود شوية من الـ Reactants بتاعتك هتلاقي ان الـ Reaction ماشي في الـ Forward Direction ماشي ناحية تكوين Blood Red Color طب السؤال لو انا زودت من الـ Ammonium Chloride لو انا حطيت على Reaction Mixture بتاعي انا بعد ما وصلت لـ Equilibrium اهو والمفروض ان انا عندي Blood Red Color من الـ Ammonium Phyosyanide طبعا بيبقى فيه شوية Iron Phyosyanide وشوية Iron Nucleuride بس لان اللون Blood Red Color بيبقى أغمق من اللون الـ Blue Yellow فالـ Blue Yellow ما بيبانش هنا لو انا وصلت لـ Equilibrium بتاعي والـ Equilibrium ان احنا وصلنا ان بقى فيه Blood Red Color من Iron Phyosyanide السؤال لو انا حطيت على solution دوت شوية Iron Nucleuride Iron Nucleuride اصلاً لونه أصفل لو زودت إكسس من Iron Nucleuride Iron Nucleuride زودت إكسس من الـ Reactant معنى كده ان الـ Reaction سيمشي في الـ Forward Direction ستجد ان Blood Red Color تزايدت الـ Intensity سيغمق فليه بيغمق الـ Blood Red Color بيغمق لان انا لما بزود حاجة من الـ Reactant بتاعتي فانا بشفت الـ Direction نحية تكوين الـ Product بنزود الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction فحنا لما بنزود حاجة من الـ Reactant هنزود الـ Forward Reaction عشان نطلع Product أكتر فهنلاقي ان الـ Color بتاعنا الـ Intensity ستزيد لو حطيت حاجة من الـ Reactant زيادة الـ Reactant بيمشي الـ Direction بتاع الـ Forward Direction زيادة الـ Reactant عايز يخلص من الزيادة دي فبيروح نحية تكوين الـ Product فبالعكس لو انت بتتكلم ان انت عند الإكوليبريم واتفقنا ان عند الإكوليبريم انت اللون بتاعك Blood Red Color وعند الإكوليبريم دو تجد على الـ Solution ورح تحطت شوية أمونيوم كولورايد ما تنساش ان الأمونيوم كولورايد أصلاً Color ليس ملونة الغريب في الموضوع ان الـ Ammonium Chloride ده لانه Product فلان الـ Product عندما يزيد هنزود الـ Rate بتاع الـ Backward Reaction الغريب ان انا لما بحط الـ Ammonium Chloride الـ Colorless دي هنلاقي ان Blood Red Color ده هيتحول لـ Yellow Color هيتحول لـ Pale Yellow Color فانت لما بتزود الـ Ammonium Chloride لان الـ Ammonium Chloride من الـ Product فهيرجعني الـ Reaction تاني في الاتجاه العكسي وفي الاتجاه العكسي دوت ان الـ Ammonium Chloride هيمسك في الـ Color علشان يطلع لـ Iron Chloride يتحول للـ Pale Yellow فالغريب ان انت لو زودت حاجة من الـ Reactant هتلاقي اللون Blood Red بيزيد الـ Intensity بتاعته هيبقى أغمى لو زودت حاجة من الـ Product هتلاقي Blood Red Color ده اختفى ورجع تاني لـ Yellow ليه؟ لان انت ساعتها مشيت في الـ Backward Direction الـ Backward Direction هيزود الـ Backward Reaction Rate فهيطلع لك الـ Reactant تاني فالقصة كلها تانية نحن بنحاول نسبة ان الـ Rate بتاع الـ Reactant بتاعي Dependent على الـ Concentration بتاع الـ Reactant في الـ Reactant ده فلما بتحط Reactant هتمشي في الـ Forward Direction هتزود الـ Forward Direction لما تحط Product هتزود الـ Backward Direction ما هو الـ Product ده هيبقى هو Reactant بتاع الـ Backward Direction فلما تزود Product هتزود الـ Rate بتاع الـ Backward Direction وعلشان كده الـ Color بتاعك هيتحول لـ Yellow Color فاحنا تاني بنتكلم في الـ Experiment ديت والـ Experiment تاني اتفقنا انها مهمة قوي في بداية الكلام ايه اصلاً اللي بيحصل لما نحط الـ Iron 3 Chloride مع الـ Ammonium Phyosyanide ده أصفر وده هو Colorless هنلاقي Blood Red Color يتكون ليه بيتكون Blood Red Color نتيجة التكوين من الـ Iron 3 Chloride وده الـ Forward Reaction فده أول حاجة احنا عملناه تاني حاجة لو حطيت إكسس من الـ Iron Chloride حطيت إكسس من الـ Reactant بتاعي في الحالة ديت Blood Red Color هيبقى مور إنتنس اللون هيبقى أغمى ليه؟ لأنه بيكون مور Iron Chloride فبرده الـ Forward Direction هو اللي ناشي طالما تزودت الـ Reactant بتاعتك فإيه الـ Conclusion من الكلام دوت إن الـ Rate بتاع الـ Forward Chemical Reaction هيزيد بـ Increasing الـ Concentration بتاعت الـ Reactant لما بنحط أو بنزود الـ Concentration فالـ Forward Reaction هو اللي شغال في الحالة دي هو اللي يزيد في الحالة دي العكس لو انت جيت على الـ Solution بـ At Equilibrium لو حطيت شوية أمونيوم كولورايد اللي هو من الـ Product أنا بزود الـ Product دلوقت في الحالة ديت هنلاقي أن الـ Solution حاجة غريبة جداً لأنه يتحول لـ Pale Yellow لماذا يتحول لـ Pale Yellow لأنه ستكون Ironed Free Chloride بالـ Backward Reaction فالـ Rate بتاع الـ Backward Reaction سيزيد لو زودت الـ Concentration بتاعت الـ Product فالـ Product بترجع التفاعل في الاتجاه العكسي فعندما نزود الـ Concentration بتاع الـ Product الـ Rate بتاع الـ Backward Reaction هو اللي يزيد في الحالة ديت According للـ Low of Nas أريد أن نحاول الـ أرقاق هذا كلام ليس نفعني لأننا نعملين التكلم في كلام نظري نحن نريد أن نجعل هذا كلام يتحول لـ Numbers وعلشان تحول هذا كلام لأرقام لا تنسى أن التفاعل بتاع الـ Iron 3 Cloride مع الـ Ammonium Thysyanide رائع في تكوين الـ Iron Thysyanide مع الـ Ammonium Cloride هذا الـ Forward Reaction أما وانت راجع ده اللي هنسميه الـ Backward Reaction لو احنا افترضنا مع بعض إن الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction هنسميه الـ R1 والـ Rate بتاع الـ Backward Reaction هنسميه الـ R2 فالـ R1 هو الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction والـ R2 هو الـ Rate بتاع الـ Backward Reaction الـ Rate بتاعي According للـ Low of Mass Action هو Dependent هو Directly Proportional الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction Directly Proportional للـ Concentration بتاعة الـ Iron Thry Chloride والـ Co-Efficient بتاعه واحد اللي ما بتكتبش فما بنكتبش الـ Power في الـ Concentration بتاعة الـ Ammonium Thysyanide NH4 SCN بس علشان تيهي هنا 3 الـ Co-Efficient بتاعه 3 فهيبقى ريزة الـ Power 3 فتاني إحنا بنتكلم على إن الـ Rate بتاع الـ Forward Reaction Directly Proportional للـ Concentration بتاع الـ Reactance بتاعتي ريزة الـ Co-Efficient النمبر بتاعة الـ Molecules أو الـ Ines في الـ Balance فالـ F-E-C-L-3 1 هي 1 مول بس أو 1 مول بس فبتبقى ريزة الـ 1 ما بيتكتبش أما هنا 3 فبتبقى ريزة الـ 3 معنى كده إن الـ Rate بتاعي الـ R1 ديت هتبقى الـ و و و و و و و و و عن الـ constant بتاع الـ Forward فـ Forward Direction أو الـ Forward Reaction الـ Forward Reaction rate constant هو الـ K-1 في الـ Concentration بتاع F-E-C-L-3 في الـ Concentration بتاع الـ Ammonium Thiocyanide و Power 3 فده كده بالنسبة للـ Equation اللي نقدر نحسب منها الـ R1 نقدر نحسب منها الـ Reaction Rate بتاع الـ Forward Direction والـ K-1 دوت عبارة عن constant طالما الـ Reactant بتاعتك موجودة فدوت عبارة عن constant بتاع الـ Forward Reaction Rate طب إحنا لو عايزين نحسب بالعكس لو بدل ما إحنا حسبنا الـ Forward Reaction عايزين نحسب للـ Backward Reaction ركز قوي في الـ Backward Reaction هو بيدبند هو Directly Proportional على الـ Reactance بتاعته فالـ Backward Reaction الـ Reactance بتاعته هي عبارة عن Iron Thiocyanide SCN by 3 Multiplied by الـ Concentration بتاع الـ Ammonium Coloride to the power 3 علشان كي تلاتة مولز أو تلاتة يعني مولز أو تلاتة coefficient من الـ Ammonium كلوريد فالـ Rate بتاع الـ Backward Reaction هو بيدبند على الـ Reactance بتاعته اللي هي Iron Thiocyanide والـ Ammonium كلوريد في الحالة بس خد بالك انت بتقول ان الـ Reactance دوت At Equilibrium وطالما الـ Reactance بتاعك At Equilibrium معنى كده ان الـ R1 بيـ Equal الـ R2 الـ Forward Reaction Rate هي Equal الـ Backward Reaction Rate معنى ان الـ Forward Reaction Rate Equal الـ Backward Reaction Rate يعني لو عوضنا عن الكلام اللي احنا قلناه ان الـ T1 في الـ Concentration بتاعت الـ F-E-C-L-3 تاني Concentration سكوير براكتس والـ Ammonium Siothyanide to the power 3 equal الـ K2 في الـ Concentration بتاع الـ Ammonium Siothyanide في الـ Concentration بتاعت الـ Ammonium Coloride power 3 فانت لان At Equilibrium الـ Forward Reaction Rate Equal الـ Backward Reaction Rate معنى كده ان الـ دي كلها على بعضها بتـ Equal دي كلها على بعضها لو انت حبيت بقى تعمل يعني الـ Relation بين دول مع بعض الـ K1 over K2 فانا لو حبيت احسب الـ K1 over K2 لو جبت الـ K2 الناحية دي فانا هجيب الـ 2 للناحية التانية فانا هنعمل Scissors في الحالة دي معنى كده ان الـ K1 over K2 اللي احنا هنسميها الـ Equilibrium Constant كمان شوية وده اهم حاجة في اللعبة كلها فالـ K1 over K2 لما نخلي الـ K1 over K2 فانا هنودي الـ Concentration الـ Concentrate بالـ الـ Concentrate لكنها تبقى في الـ Denominator معنى كده ان احنا الـ K1 over K2 اللي احنا هنسميه الـ Equilibrium Concentrate بتاعي الـ Equilibrium Concentrate هو الـ Forward Reaction Rate constant على الـ Backward Reaction Rate constant هتساوي الـ Concentration بتاعة الـ Products الأول F-E-C-N-F-B-3-3 هذه الكنسنتريشن بتاعه والأمونيوم كولورايد to the power 3 على الكنسنتريشن بتاع F-E-C-L-3 في الكنسنتريشن بتاعة الأمونيوم فيوسيانيت to the power 3 تاني انت ايه اللي انت عملته هنا احنا اتفقنا ان الـ Forward Rate Equation ان الـ R-1 بتساوي K-1 في الكنسنتريشن بتاعة الرياكتر والنحية التانية الـ R-2 بتساوي K-2 في الكنسنتريشن بتاعة الـ Product ولان الـ R-1 بيإيقوال الـ R-2 معنى كده ان دا كله دا بيساوي دا كله فالـ K-1 over K-2 يبقى ساعتها لو اسمت K-1 على K-2 يبقى انا وديت الكنسنتريشن بتاعة الرياكتر في الـ D-Nominator فK-1 over K-2 دوت الـ Reaction Rate Concent بتاع الـ Forward Reaction والReaction Rate Concent بتاع الـ Backward Reaction اللي اتنين دول على بعضها هنسميهم الـ Equilibrium Concent والـ Equilibrium Concent لو حد خد باله هو عبارة عن Multiplication بتاع الـ Concentration of the product على الـ Concentration بتاعة الـ Multiplication بتاعة الـ Concentration بتاعة الـ Reaction اهم حاجة من اللعبة دي كلها واهم حاجة حنطلع بيها النهاردة ازاي نحسب الـ Equilibrium Rate Concent دا فالـ Equilibrium Rate Concent احنا علشان نحسب وحن حسبنا الـ Forward Reaction Rate لوحده والـ Backward Reaction Rate والاتنين لأنه هما Equal لبعضها قد اكوليبريم فشيلت الـ R والـ R مع بعض وعملت Equalize للـ Two Equations والـ Key 1 over Key Tool اللي هو عبارة عن الـ Equilibrium Rate Concent الـ Concentration ويقام بالعمل الـ Concentration الـ Prodots لازم الـ Product فوق على الـ Concentration بتاعة الـ React فخلاصة الكلام هنطلع لكل الـ Reaction للدنيا لكل الـ Rehersable Reaction بـ Equilibrium Rate Concent والـ Equilibrium Rate Concent دا عبارة عن الـ Concentration بتاعة الـ React over الـ Concentration بتاعة الـ Product فحنا لو نتكلم احنا يحنا عملنا ي لحد في القصة التويلة ديه فإحنا بنتكلم على نفس الإكوشن بتاعتي بتاعة الأيرن 3 كلورايد البيل ييلو مع الأمونيوم فيوسيانيت اللي هي كانت colorless هيطلع لي الأمونيوم فيوسيانيت اللي هو blood red مع الأمونيوم كلورايد وفي البلانسينج بتاع الإكوشن حطيت 3 هنا حطيت 3 هنا علشان نعرف نعمل بالانسينج في الريأكشن بتاعي الفورورد ريأكشن ريت حنفترضه R1 والباكورد ريأكشن ريت حنفترضه R2 according to low of mass action الفورورد ريأكشن ريت حيبقى directly proportional للconcentration بتاعة الريأكتنت بتاعتي H raised to the power of the number of molecules أو coefficient بتاعي ففي ECL3 to the power 1 والأمونيوم تايسيانيت to the power 2 معنى كده أنه هو directly proportional يبقى بيساوي K والK هنا هو الفورورد ريأكشن ريت كونسطنت اللي هو الكي 1 بتاعي نفس الكلام في الباكورد ريأكشن بس في الباكورد ريأكشن الر2 يبقى بتعتمد على البرودكت لأنه هو باكورد في الحالة دي فبيبقى directly proportional للconcentration بتاعة البرودكت بتاعتي يبقى equal K2 في الconcentration بتاعة البرودكت والK2 هو الباكورد ريأكشن ريت بس ما تنساش أن التفاعل دوت أصلاً at equilibrium ولأنه at equilibrium فالR1 في الحالة دي هتequل الR2 فلو أنا سويت دوت الvalue دي بالvalue دي الإكوشن دي بالإكوشن دي فالK1 في الريأكتنس دي الريأكتنس بتاعة الكي 1 في الريأكتنس هتساوي الكي 2 في الconcentration بتاعة البرودكت معنى كده أن الكي 1 over K2 كي 1 over K2 فهنودي الconcentration بتاعة الريأكتنس من ناحية الثانية في الدي نوميناتور فالK1 over K2 هو عبارة عن الconcentration بتاعة البرودكت في بعضها على الconcentration بتاعة الريأكتنس في بعضها ملتبلايت في بعضها والK1 over K2 هو اللي احنا هنسميه الكي سي أو الإكوليبريام ريت كونسطنط إيه بقى الإكوليبريام كونسطنط اللي انت بتتكلم عليه هو الكوشنط هو يعني الـ الـ value of dividing الforward reaction rate constant على الbackward reaction rate constant هي عبارة عن الـ value بتاعة الكي 1 over K2 والكي 1 over K2 زي ما احنا اتفقناه هو عبارة عن الconcentration بتاعة البرودكت على الconcentration بتاعة الريأكتنس زي ما احنا حسبناه من شوية ما هو في السيزرز الكي 2 في الconcentration بتاعة البرودكت تساوي الكي 1 في الconcentration بتاعة الريأكتنس فهو الكوشنط هو الـ value بتاعة الـ forward reaction rate constant على الbackward reaction rate constant إكسبريست بالموليكلة الconcentration بتاعة الريأكتنس والبرودكت في المشعاركي خلصة الكلام اللي تلزمني جدا 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 بعد كده إن الإكوليبريام كونسطنط هو عبارة عن الconcentration بتاعة البرودكت فوق على الconcentration بتاعة الريأكتنس ففي النوميناتور البرودكت وفي النوميناتور ستبقى الريأكتنس فدايما الكي سي بتاعة الـ equilibrium constant لو أنت عايز تحسبه لأي reaction لأي equation هو عبارة عن الconcentration بتاعة البرودكت على الconcentration بتاعة الريأكتنس إلعist أن توالج الريأكتنس فلو يجب في الـ excitement ل generalized coming from C على spectrum c to the power c for and c to the power d في concentration ität to the power d d to the power d هذا البرودكتنس على الحزبة الإكوليبريام الـ equilibrium constant والآن緊بريم Prince Cryptナ懲يبريام الإكليبريم كونستانت مهم جداً تبقى عارف بتكتبوك إزاي فزي ما احنا بنقول For the following reaction الكيسي في الحالة دي هي عبارة عن الكونسانتريشن بتاعت الـ products raised to the number أو الـ coefficients بتاعتها على الكونسانتريشن بتاعت الـ reactant raised to the coefficient أو number of molecules في الـ balanced chemical equation فاحنا الهدف من الـ low of mass action علشان نشوف ان الـ rate بتاع الـ reaction بتاعي dependent أو directly proportional للكونسانتريشن بتاعت الـ reactant الهدف في الآخر علشان نقدر نحسب الإكليبريم كونستانت لو احنا حبينا نتكلم في مثال على القصة دي سؤال calculate الإكليبريم كونستانت بتاعت of the following reaction ومتيني الـ reaction H2 gas مع الايودين فيبر هيطلع لي 2H1 لو الكونسانتريشن بتاعت الايودين والهايدوجين والـ HI كذا وكذا وكذا respectively اللي هو بالترتيب فالايودين ده الكونسانتريشن بتاعه الـ hydrogen ده الكونسانتريشن بتاعه الـ HI ده الكونسانتريشن بتاعه أهم حاجة في الموضوع تاخد بالك أن الكي سي هي عبارة عن الكونسانتريشن بتاعت الـ products على الكونسانتريشن بتاعت الـ reactant فالـ product في الحالة ديت هو الكونسانتريشن بتاعت الـ HI على الـ reactant الكونسانتريشن بتاعت الـ hydrogen gas في الكونسانتريشن بتاعت الايودين جاز لو كتبتها كده بس في الامتحان غلق ليه؟ لأن الكونسانتريشن لازم تبقى raised to the power number of molecules أو coefficient في البالانس الكميكال فهنا HI raised to the power 2 هيدوجين واحد بس فما بنكتبه مش لكن HI raised to the power 2 فشوف بقى الHI الرقم بتاعها كامل هو 0.7815 to the power 2 لو أسمت الكلام دوت على الكنسنتريشن بتاعة الايودين 1105 في الكنسنتريشن بتاعة الهيدوجين 1105 والرقم اللي طالع دوت هيبقى ملوش يونت لأننا أسمت مول برليتر على مول برليتر فالرقم اللي طالع دوت هيبقى يونت لإكليبريام كونستنت ما بيبقاش له يونت فده ده الطريقة بتاعة حزبة الإكليبريام كونستنت لو احنا عايزين نمثلها هنلاقي عندنا شوية أمثلة على إكليبريام كونستنت بيتحسب ازاي الكلام دوت للفهم يعني مش مهم نقعد نحفظ الكلام دوت بس مهم ناخد بالنا هو بيتحسب ازاي بمعنى هل تعرض 나�قического وируف عام صف неп judges التجهي بحق الضوائي ، فهو لاحق و LOL بحق الضوال ، والآن 창ع الضوال aliacent نتضام في البلاس بي حيديه سيدي c فالبرودكت بتاع c فسي طيام او بي اللي هو البرودكت اوفرanka الباكورد رياكشن بتاعه نفس الرواقشن دوت بس بالعكس فالباكورد رياكشن بتاعه ان الاسي حتدي او بي هنا الاو والبي هي البرودكت متاعه ففي الباكورد رياكشن هتبقى الاكوليبريام كونستنت في الحالة دي أن الـ concentration A في الـ B على الـ concentration C خلاصة الكلام سيبك من ههو forward reaction ولا backward reaction كل اللي يلزمني أنا وأنا أدور على الإكليبراum constant هو الـ concentration الـ product بتاعة الـ reaction ده على الـ concentration بتاعة الـ reactant في الـ reaction ده من الحاجات اللي بتلخبط جداً بقى لو عندك A2 و B2 هيديني كذا مثلا على كده المسال اللي إحنا لسه قيلينه وهايدروجين جاز مع الايودين فيبر هيدديني 2HR ناس كتير جدا بتطلق بطواب تكتب الاكوليبريام كونستان هتقول الHR raised to the power 2 علشان هو 2 موليكيولز والهايدروجين هو كمان raised to the power 2 علشان هو H2 والايودين raised to the power لا غلط انت كده بتتكلم فتعبك الدنيا خد بالك ان الباور بتاعي هو النمبر بتاع الموليكيولز اللي بره الرقم اللي هنا الرقم الكبير لكن الرقم اللي هو ده ده بقية الفورميولا بتاعتي أصلا هو المركب عبارة عن H2 وايودين فانت بتتكلم هنا على H2 ده الموليكيول على بعض والايودين ده الموليكيول على بعض فانت هنا مش بتتكلم على باور زيادة الباور بتطلع للحاجات اللي هي بتبقى الرقم الكبير اللي بره اللي هو الكو اوفيشنت بتاعه أو النمبر اثمونت فA2 بلاس B2 هيديني 2AB فالأكوليبريام كونستان AB to the power 2 لكن A2B2 بس الـ A2 اللي هدأ الموليكيول نفسه زي الهايدروشينجاز والايودين فيه وانت بتحسب الإكوليبريام كونستان انت عندك شوية حاجات مهمة جدا لازم تاخد بالك منها احنا قلنا 2-3 منه اول حاجة ان انت لو الكو اوفيشنت بتاعك وان موليكيول بس فانت مش محتاج تكتبه في الإكوليبريام كونستان بتاعك مثال على كده لو انت عندك بلانس كيميكال اكوشن اتنين N2O5 المفروض ان الكمباوند دوت حيتحول لفور N2 مع أكسوجين واحدة بس دوت عبارة عن جاز وده عبارة عن جاز وده عبارة عن جاز فانت لو عايز تحسب الكي سي الاكوليبريام كونستان بتاع الرياكشن زي كده هو عبارة عن الكنسانطريشن بتاعة البرودكت بتاعتك على الكنسانطريشن بتاعت الياكشن فالكنسانطريشن بتاعة البرودكت في الحالة ديت هو NO2 ريزة تودابور 4 لاننا عندي اربعة موليكيولز من هنا الاكسوجين ريزة تودابور 1 هو 1 بس الكو اوفيشنت بتاع 1 فما بيتكتبش فالكو اوفيشنت لو كان واحد ما بيتكتبش over N2O5 ده الموليكيول على بعضه raise to the power tool اللي هو ال number of molecules بتاعي اللي هو الكو اوفيشنت بتاعي فانت لو انت عندك اكويشنت يا الكو اوفيشنت بواحد اللي هو ال number of molecules بواحد فلينه بيتكتبش في الاكويشنت فمش هيتكتب في الاكوليب يمكن استنطرش محتاج ان انا نكتب to the power 1 في الحالة دي فده كده بالنسبة لأول نوت مهمة عندنا النوت التانية بقى الي مهمة قوي واتضغبط ناس كتير انا تحكب الحالة وانا تحكب tu لانا لم يكن کتب aqui 고لما يكون عندك أي صولد في الإقوة نے لما يكون عندك أي بيرسبتات أي صلطة حيتحول لهيئة بيرسبتات الحاجات هذه كلها لا تتحسب وأنا بحسب الإقوة لك أن هذه الحاجات كلها لا تتكتب في الإقوة نفسها لماذا لا تتكتب في الإقوة؟ لأن هذه الحاجات ستفضل في الرياكشن يجب أن تزيد أو تقلل السلد والبرسبتات مترسّبين فإنّا لو عندي ريأكشن عندك شوية برسبتات تحت شوية منه بيطلعوا، شوية منه بيتخلوا لكن كمية البرسبتات نفسه واحدة فإنّا مش منطقي أن أضعها في الإكليبريم كونستانت لأنها لا تتغير نفس القصة في الووتر ليكود هنعرف سبب بعد كده أن دايماً كمية الووتر ليكود دايماً متبقى ساب خد بالك أن الووتر فيبر حاجة تانية الووتر فيبر اللي هو بيتحول لجاز دي قصة تانية خالص ده بيتحاسب عادي لكن أنا بتتكلم على الووتر ليكود لسبب هنعرفه بالتفصيل بعد كده وأي صولد أو برسبتات ما بنكتبهمش أصلاً في الإكليبريم كونستانت بتاعي وإحنا بنحسب الكونسنتريشن بتاعة البرودكت على الكونسنتريشن بتاعة الريأكتر يعني إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوله دوت تعالوا نتكلم في مثال لو إحنا بنتكلم على الديكومبوزيشن بتاع الكالسيوم بايكربونيت HCO3 باي 2 والكالسيوم باي كربونيت دوت عبارة عن صوت أكويس بيدوب في المية لو سقنته حيتحول لكالسيوم كربونيت ده صولد وبيتحول لCO2 ده جاز وبيتحول لووتر ليكود وإنت بتحسب الإكليبريم كونستانت هنا المفروض أن في حسب الإكليبريم كونستانت هو الكونسنتريشن بتاعة البرودكت على الكونسنتريشن بتاعة الريأكتر والمفروض أن البرودكت بتاعتي عندنا ثلاث حاجات طلعين فإحنا المفروض لو أنا بكتب حكتب الكالسيوم كربونيت كربونيت تودا باور وون السي أو تو تودا باور وون والووتر تودا باور وون أما الريأكتنس بتاعتك هي الكالسيوم باي كربونيت وبردو تودا باور وون لأنها ما عندهاش كو اوفيشن في البالانسيوم كيميكال إكويشن بس في الإكويشن ديت انت عندك الكالسيوم كربونيت عبارة عن صوت فبيطلع كونستانتريشن ما بتتغيرش أصلا في الريأكتشن دوت لأنه كده كده هو بريسيبتات الووتر ليكود لسبب حنعرفه بعد كده هو كمان الكونسنتريشن بتاعته ما بتتغيرش ففي الآخر الإكوليبريم كونستانت في الحالة دي حيبقى أعباره عن الكونسانتريشان بتاعة السي أو تو جاز على الكونسانتريشان بتاع الكالسيوم باي كربونيت بس فدايماً وانت بتحسب الإيكليبريوم كونستان بتاعك لا هتكتب فيه أي حاجة صولت أو برسبتيت ولا هتكتب فيه الووتر ليكويد أرجع أقول تاني لو الووتر دوت كان بيتكون على هيئة فيابر جاز كنا ساعدها هنكتبه في الإيكوشن هيكتب عادي أما الووتر ليكويد هو اللي ما بيتكتبش في الإيكليبريوم كونستان إيكوشن لسه بنتكلم في شوية نوتس مهمة كان أول حاجة قلنا إن لو كوهفشنت واحد ما بنحتاجش نكتبه اتنين اتكلمنا إن أي بريسيبتات أو صولد أو الووتر ليكويد ما بتتكتبش في الإكوشن بتاعة الإكوليبريام كونستن رقم ثلاثة ورقم أربعة هي نقطة مازل أكتر منها يعني أبليكيشن لكن مهم إن احنا نبقى فاهمينها كويس وفي نقطة رقم ثلاثة بنتكلم إن الفاليو بتاعة الإكوليبريام كونستن تدوت هتفضل كونستن لو أنت غيرت الكونسنتريشن بتاعة الرياكتنت أو الكونسنتريشن بتاعة البروتر إيه لعب كده الإكوليبريام كونستن بتاعي قات إكوليبريام عند مرحلة الاتزان دايماً هيبقى رقم ثابت مهما غيرت في الكونسنتريشن بتاعة الرياكتنت ومهما غيرت في الكونسنتريشن بتاعة البروتر الكلام تخيله صعب مع إن هو منطقي لو فكرت فيه شوية عند الإكوليبريم الريت بتاع الـ Forward Reaction بيسوي الريت بتاع الـ Backward Reaction ولأن الريت بتاع الـ Forward Reaction بيسوي الريت بتاع الـ Backward Reaction أي تغيير في الـ Concentration بتاعت الـ Reactant معاه هيحصل تغيير في الـ Concentration بتاعت الـ Product ثاني أنا بتكلم At-Equilibrium مش اللوشة ليه إن أنا لو زودت الـ Reactant تعايز أمشي الـ Forward Reaction عشان الـ Product يزي ماشي ده اللي بيحصل علشان نرجع للإكوليبريم لكن عند الإكوليبريم أكيد الـ Reactant حيسوي الـ Product فالتغيير في كمية الـ Reactant هضغايا في كمية الـ Product يعني حيفضل الإكوليبريم الـ Concentration بتاعك سابق مش مسدق الكلام اللي أنا بقوله تعالوا نفكر كمثال صغير كده مع بعض لو إحنا بنتكلم في Reaction between nitrogen gas مع الثلاثة hydrogen gas علشان يطلع لي اثنين أمونيا هيبقى الـ Reaction ده مهم جدا بعد كده والكلام دوت بيحصل عن درجة حرارة معينة اتفقنا إن إحنا محتاجين يبقى constant temperature لأن temperature لما بتتغير بتغير كل حاجة بعد كده لو إنت بتتكلم إن في مرحلة من الإكوليبريم بتاعتك لو الـ Concentration بتاعت الـ Nitrogen كان كذا الـ Concentration بتاعت الـ Hydrogen كان كذا و الـ Concentration بتاعت الـ Ammonia كان كذا مفروض علشان تحسب الإكوليبريم rate constant هو عبارة عن الـ Concentration بتاعت الـ Product to the power 2 علشان هو 2 أمونيا على الـ Concentration بتاعت الـ Nitrogen الـ Concentration بتاعت الـ Hydrogen to the power 3 فلو أسمت الـ Concentration بتاعت الـ Ammonia to the power كذا على الـ Concentration بتاعت الـ Nitrogen والـ Hydrogen سيطلع لك الرقام القليل At equilibrium وبأكد تاني At equilibrium لو غيرت الـ Concentration بتاعت شوية من الـ Reactant الـ Product معي حيتغير بحيث أن الـ Equilibrium constant يفضل ساعت مهما غيرت في الـ Concentration بتاعت الـ Reactant أو الـ Product عندي الـ Equilibrium لازم الـ Equilibrium constant بتاعتك بساعت فالتغيير في الـ Concentration بتاعت الـ Reactant أو الـ Product At equilibrium دائماً بيزبطوا بعض بحيث أن الـ Equilibrium constant بتاعي دائماً حيبقى constant وده كلام مهم جداً في الأسئلة وبيلخبط جداً في الأسئلة لأن في ناس بتوعب تفكر طبعنا لما بزود الـ Reactant يبقى ساعتها الـ Forward Reaction يبقى ساعتها الـ Equilibrium constant حيبوز غلط لأن احنا بنتكلم هنا At equilibrium فلاصاً رجعت للـ Equilibrium عند الـ Equilibrium دائماً تمنيت الـ Reactant بالنسبة للـ Product سابتة دائماً الـ Ratio between الـ Concentration بتاعت الـ Product على الـ Concentration بتاعت الـ Reactant اللي هو الـ Equilibrium constant اللي هو كيف الحالة دي دائماً سابتة فعند الـ Equilibrium constant ما بيتغيرش مهما غيرت الـ Concentration بتاعت الـ Reactant إمتى بقى يتغير؟ لو غيرت الـ Temperature فالتغيير وعشان كده من أول الـ Low Mass Action إحنا عادينا نتكلم At constant temperature لو غيرت الـ Temperature بتاعتك كيف أساعتها الـ Equilibrium constant بتاعك بيتغير؟ فالـ Equilibrium constant dependent على الـ Temperature وحنعرف بعد كده إزاي الـ Temperature لما بتتغير حتغير لك في الـ Equilibrium constant لكن الـ Value بتاعت الـ Equilibrium constant هتتغير لو غيرت الـ Temperature أثناء التفاعل بتاعك فأخذ بالك بين الـ Number 3 و Number 4 أن الـ Equilibrium constant ثابت لو غيرت الـ Concentration بتاعت الـ Reactant أو الـ Product Add Equilibrium لكن الـ Equilibrium constant هتغير لو غيرت الـ Temperature بتاعتك Number 1 كانت أن الـ Co-Efficient 1 ما بيتكتبش Number 2 مهمة جدا أن الـ Preceptate أو الـ Water Liquid وبأكد تاني الـ Liquid ما بيتكتبش في الـ Equilibrium constant لأن دائماً الـ Concentration بتاعتهم ستة أيّاً كانت الـ Quantity بتاعتهم فالـ Concentration بتاعتهم ما بتتغيرش بـ Receptate حيث يفضل بـ Receptate لسبب بعد كده حنعرف حيث يفضل Water Liquid بنفس الكمية مهما زودت أو قالت فإننا لو بنتكلم على شوية النوتس اللي بنتكلم عليها أول حاجة أن الـ Co-Efficient 1 مش محتاجة أن نكتبه في الـ Equilibrium constant فالـ Oxygen هنا 1 موليكيول فإننا مش محتاجة أكتب الـ Power بتاعه بـ 1 وان ما بيتكتبش ثاني حاجة الـ Concentration بتاع الـ Liquid Water اللي هو هيعتبر كـ Solvent في الحالة دي و الـ Concentration بتاعته الـ Solid أو بـ Receptate مش بتتكتب في الـ Equilibrium constant equation دائماً ما بتتكتبش السبب إن الـ Concentration بتاعتهم هتفضل constant no matter how different الـ Quantity بتاعتهم بتتغير الـ Water Vapor هيظهر عادي الـ Water Liquid اللي هو الـ Solvent أو الـ Solids والـ Preceptate ما بتظهرش في الـ Equilibrium constant دائماً ما بتتكتبش في الـ Equilibrium بتاعته الـ Equilibrium فانت لو عندك Equilibrium كالسيوم بيكربونيت ستطلع لك كالسيوم كولورايد وCO2 وووتر مفروض إن في الـ Equilibrium constant equation هي الـ Product على الـ Reactant بس الـ Fluid ما بيتكتبش والـ Water Liquid ما بيتكتبش ستطلع لك ثاني الـ Water لأنه هو Solvent سنعتبره كأنه 100% هو الـ Solvent هو الذي يدوب كل شيء في الـ Reaction فالكمياته ما بتتغيرش مهما زودت موليكيول أو 2 فعشان كده سنعتبره ثابت أي حاجة solid زي ما قلت لكم أن الـ Solvent يتقام ترصب تحت فشوية جزيئات بتطلع وشوية جزيئات بتنزل فكمياته هتتضل ثابتة عند الـ Equilibrium دائماً كمياته ثابتة دائماً كميته هتتغير فبرضو الـ Concentration ستترمين constant لأنه بريسيبتت في الحالة دي خلاصة الكلام الـ Water Liquid وأي بريسيبتت ما بيتكتبش وانت بتحسب الـ Equilibrium نقطة رقم ثلاثة لأن الـ Equilibrium constant القيمة نفسها ما بتتغيرش لو غيرت الـ Concentration بتاعة الـ Reactant والـ Product at same temperature في الـ Same reaction فزي ما احنا اتفقنا at equilibrium لو أنت بتتكلم أنت وصلت لمرحلة equilibrium فلو غيرت الـ Reactant الـ Product ستغير معك بحيث أن الـ K-C تتضل ثابت لازم الـ Equilibrium constant يبقى ثابت فلما أنت بتتكلم لنفس الـ Reaction عند نفس درجة الحرارة فالـ K-C هتبقى ثابتة مهما غيرت الـ Concentration الـ Reactant أو الـ Product لأن الـ System سيحب يرجع تاني مرحلة الـ Equilibrium عند الـ Equilibrium الـ K-C دائماً ستتضل ثابتة أما لو غيرت الـ Temperature بقى ساعتها الـ K-C هتتغير فالـ K-C هتتغير بتغيير الـ Temperature لكن ما بتتغيرش بتغيير الـ Concentration بتاعة الـ Reactant أو الـ Product at same temperature فدوت المثال اللي احنا قلناه إن هي الـ K-C بتاعتك ستتضل ثابتة تعالوا نتكلم في أمثلة كده بسيطة ونقفل على كده الحصة بتاعتها ونحن بنتكلم على Law of Mass Action لو أنا افترضت أن أنا عايز أحسب الـ Equilibrium Constant Equation والـ Equilibrium Constant هو الـ K-C بتاعة الـ Following Equilibrium Reaction فأنا عندي الـ Reaction الأولاني 2 Water سيدينا 2 Hydrogen مع 1 Oxygen معنى كده لو عايز تحسب الـ K-C بتاعت الـ Reaction Number 1 هو الـ Concentration بتاعة الـ Reactant raised to the power أو الـ Co-Efficient بتاعي فالـ Hydrogen to the power 2 في الـ Oxygen to the power 1 فما بيتكتبش على الـ Concentration بتاعة الـ Water لأن الـ Water Vapor في الحالة دي على الـ Concentration بتاعة الـ Water Vapor to the power 2 لأن هم تنين فتاني الـ Water Vapor بتكتب في الـ Equilibrium بتاعة الـ Equilibrium Coniston الـ Water Liquid هي ما بتكتبش ودايما بكتب الـ Concentration raised to the power ودايما بتاعة الـ Co-Efficient فلو كتبتاك كده هيبقى غلط في الامتحان أي صولد ما بيتكتبش معنى كده أن الـ Equilibrium Conistant بتاعي بيساوي 1 over Concentration بتاعة الـ Ammonia والConcentration بتاعة الـ HCL هنا الـ Concentration بتاعة الـ Ammonium Coloride مش بتأفكت الـ Equilibrium Rate Conistant بتاعي ليه مش بتأفكت الـ Equilibrium Rate Conistant لأنها صولد مش هتضاير دورنج الـ Reaction فهنا الـ Equilibrium Rate Conistant equal 1 لأننا لا نجيش Ammonium Coloride over Concentration بتاعة الـ Reactive سؤال زي اللي احنا حلنا من شوية Calculate الـ N2O4 Gas Concentration لو أنت عندك equation بتقول أن الـ N2O4 Gas بيتحول لـ 2 molecules من الـ NO2 هو مدين الـ Equilibrium Conistant في الحالة 4.81 في 10 to the power minus 5 وما ننساش أنها ملهاش والـ NO2 Gas Concentration الـ Concentration بتاعة الـ NO2 ستساوي كذا مولر 0.032 مولر كل اللي انت عايز تعمله ان انت تحسب الـ Equilibrium Rate Conistant في الحالة دي وفي الـ Equilibrium Rate Conistant في التفاعل دوت هو عبارة عن Products Over React فـ NO2 to the power 2 لأنه هما 2 molecules على الـ N2O4 فأنا في الـ Equilibrium الـ Equilibrium وعند الـ Concentration بتاعتها لا تنساش تعمل لها power 2 وعند الـ KC فساعتها هنقدر نطلع الـ N2O4 هنا الـ Concentration بتاعتها هتساوي 0.0032 power 2 الـ Concentration بتاعت الـ NO2 power 2 على الـ KC 4.81 10 to the power minus 5 فتاني أنا لو عندي الـ Concentration وعندي concentration واحدة فيهم تقدر تجيب الـ Concentration التانية بشرط تعرف تحسبها صح ففي الآخر الـ Equilibrium Rate Concent هو بيساوي الـ Concentration فالقصة في اللوشة تليه إن أي تغيير في الـ Concentration بتاع الـ Reaction أي تغيير في الـ Concentration في الـ Temperature في الـ Pressure الـ Reaction عايز يمشي في الاتجاه اللي بيقلل الـ Change دوت فلو زودت الـ Concentration بتاعت الـ Reactant المفروض إنه هو يمشي في الـ Forward Direction عشان يخلص من الزيادة دي لو زودت الـ Concentration بتاعت الـ Product هيمشي في اتجاه العكسي الـ Backward Reaction عشان يخلص من الزيادة دي فأي change في الـ Condition بتاعت الـ System اللي هيحصل دايماً الـ Reaction هيمشي في الـ Direction اللي بيقلل الـ Effect بتاعت الـ Change دوت أو هيCancel الـ Effect بتاعت الـ Change دوت بدأنا الكلام في الـ Effect بتاعت الـ Concentration واتفقنا إزاي الـ Concentration لو اتغيرت حتأثر في الـ Rate بتاع الـ Chemical Reaction ومنها تكلمنا على Low of Mass Action إن الـ Rate بتاعي Directly Proportional للـ Concentration بتاعت الـ Reactance بتاعتك Multiplied في بعض وRaised to the power or the coefficient أو المنبر of Molecules معنى كده إن الـ Rate بيساوي constant في الـ Concentration بتاعت الـ React في التفاعل ده ولو أسمت الـ Rate الـ Equilibrium Concent بتاع الـ Forward Reaction على الـ Backward Reaction حيطلع لك قيمة مهمة جداً اللي هو الـ Equilibrium Rate Constant وزي ما اتفقناه عبارة عن الـ Concentration بتاعت الـ Product على الـ Concentration بتاعت الـ Reactance Multiplied في بعض ودايماً ما بنحسبش في الـ Equation ديه الـ Water Liquid وما بنحسبش الحاجات الـ Solid أو الـ Perceptate أي coefficient بواحد ما بيتكتبش القيمة الـ Value بتاعت الكيس هي ما بتتغيرش لو غيرت الـ Concentration بتاعت الـ Reactant أو الـ Product at equilibrium لكن القيمة بتاعت الكيس هي حتتغير لو غير الـ Temperature ده الكلام اللي قلناه النهاردة نزاكره كويس جداً لأن الحصة الجاية هتبقى معتمدة عليه تماماً فنزاكر الكلام ده كويس جداً والمرة اللي جاية نكمل كلامناه مع بعض شكراً وصلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كمان مرة واشوفكم المرة اللي جاية على خير شكراً وسلام عليكم